بعد إدراجها جناحه العسكري منظمة إرهابية أستراليا توسع عقوباتها ضد حزب الله اللبنانية بإدراج جناحه السياسي على قائمة الإرهاب وبحسب التصنيف فإن كل المنتمين للحزب من نواب في البرلمان اللبناني أو وزراءهم إرهابيون وبموجب القرار أيضا فإنه بات محظورا في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة تنتمي إلى حزب الله أو تموله أو تتواصل معه وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز قالت إن الحزب اللبناني يشكل تهديدا حقيقيا لبلادها تصريح أبانى عن تخوف تبديه بلادها من هجمات محتملة قد يتبنىها منتمون لحزب الله على الأراضي الأسترالية اليوم ألفت انتباهكم إلى تصنيف حزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي فالحزب يواصل التهديد بشأن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية أستراليا تدين استعمال هذه المنظمات الدين والأيدولوجية وسيلة للإرهاب وبقرار الحكومة الأسترالية تتسع دائرة البلدان التي صنفت حزب الله على قائمة تنظيمات الإرهابية على شاكلة بريطانيا وهولندا وكندا الخطوة الأسترالية لن تؤثر بحسب متابعين على الشأن الداخلي اللبناني على اعتبار أن القوى السياسية في البلاد منقسمة على نفسها يواجه حزب الله ضغوطا سياسية دولية وإقليمية قد تتوسع رقعتها لتشمل عقوبات أكبر على الحزب وقد تحد من نشاطه مستقبلا على الصعيد الدولي بحسب مراقبين قد تؤثر على مكانته كرقم صعب في المشهد السياسي اللبنانية